لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد الوزع حنون اذا الوزع حنون هي الطرح هذا اللي طرحاته الدولة العميقة في فطرة نهاية حكم بوتفليقة جذور العصابة المنتفعين بمباشرة لما دار القيد صالح خطابه الشهير وطالبه بتطبيق المادة 102 بدأ الحديث في ذلك الوقت على الانقلاب هي جات الآن بعد رحيل القيد صالح وأجزم لكم لو القيد صالح على قيد الحياة ما قالت هذا الكلام أجزم لكم لم تقول هذا الكلام ولكن أمر آخر إذا كان القيد صالح هل القيد صالح ما قام به فرد؟ أنا المعلومات والمعطيات اللي عندي من دوائر آئر في المؤسسة العسكرية أنه كان عمل جماعي وكان فيها شنقريحة شنقريحة كان موجود كانوا ضباط هم مازالوا الآن مسؤولين مع أركانهم موجودين إذن إذا كان قيد صالح انقلب على بوتفريقة بالصغة التي تحكيها فأنظن القيد صالح رحل إلى ربه لا يمكن محاكمته إذن موجود شنقريحة سعيد شنقريحة موجود وهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو الرجل القوي الآن في المؤسسة العسكرية اتهامات التي تطال قيد صالح لا تطال شخصه بل تطال المؤسسة العسكرية لأن الإنقلاب لا ينفذه شخص بل تنفذه قيادات لأنه لا يمكن لشخص لوحده عنده نزعة انقلابية ضد رئيس الجمهورية يمكن أن يتخذها ويتصل بقادة النواحي وقادة كذا وكذا وكذا ولم يقول لهم ونفرض عليهم أبدا أبدا لو كان فيه مسؤول كبير في المؤسسة العسكرية فأنا ذاك رافض لماذا تسميه الوزحنون أنه انقلاب معناها أنه أراه أنتهب القيد صارح في ذلك اليوم مباشرة طلب بلغوا الرئيس وخرجوا ويدخلوا عليه المكتب ويهزوه يبطوه لبليد إذن هذا الانقلاب اللي تتحدث عليه الوزحنون قامت به المؤسسة العسكرية قام به شنقريحة شارك فيه شنقريحة إذن التهمة الآن موجهة شنقريحة هاي أتحدى الوزحنون تقول لشنقريحة اللي كان دائما مرافق للقيد صارح في كل ما أتخذ من قراراته وكان قائد أقوى قوة في الجيش الوطني الشاب إذن وين هو أنا؟ إذن الحكاية بأنه بوتفليقة أبلغ بأنه رح يستقيل وأنه القيد صالح سارع وكذا كذا كذا أكثرها طريحت حتى من صفحات الفيسبوك اللي دافع العصابة مطروحة الوزحنون ما جابت جديد الوزحنون ظهرت في هذا الظرف سنتحدث عن هذا رب تقول التحقت بالاجتباع المشبوه مساء وكان السعيد بوتفليقة في انتظاره والجنرال توفيق اقترح علي بن فليس لقيادة مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لكن السعيد بوتفليقة أبدى لهم رفضه ورفض الرئيس لاعتبارات خلاف بين الرجلين لا يمكن شوف أنا نقولها لكم اقتراح بن فليس هذه دعاية أنا لن أقبلها ونعرف مدى حقد السعيد بوتفليقة وشقيقه على علي بن فليس ولماذا لم تقترح الويزة حنون ولماذا السؤال ما تروح تقول لك رئيسة حزب سياسي لماذا إلا أنت حذرت في هذا الاجتماع نحن نعرف الدولة الجزائرية كيف تسير لا يمكن أنها عيطولها على أساس أنها رئيسة حزب لا عيطولها لأنها عندها علاقة بيهم من قبل وكانت تتابع معهم في تطورات المشهد وكانت معهم تخطط معهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنهم المجموعة كلهم أدركوا من جل العقاب سيطالهم أدركوا هذا الأمر لذلك يسارعون إذا لا يمكن أن يقترحوا علي بقى السعيد ووحد السيدة أخرى ذكرتها يعني عجيب يعني من الشخصيات الكبرى لماذا لم يقترحوا مثلا أحمد طالب الإبراهيمي هي ذكرت بن بيتور بن بيتور أيضا نذكره أنه كان في بداية حكم بتفليقة وكان رئيس وزراء وبعد ذلك استقالوا مغضوب عليه هي حبة تتورينها بأنه لهذه الجلسة كانت ديمقراطية ذكروا حتى خصوم الرئيس أن خصوم الرئيس لا يهمهم أنهم يجوا ليقودوا المرحلة الانتقالية وأنهم يريدون مرحلة هذا كلام فارغ هذا الاجتماع تم اجتماع من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأرادوا أن يحتموا باليمين زروال واليمين زروال يدرك أنه لديه قيمة عند القايد صالح ولدى المؤسسة العسكرية لو قبلهم اليمين زروال ما استطعت المؤسسة العسكرية أن تتخذ إجراء أي إجراء لأنهم يفكرون بهذا أيضاً اليمين زروال يدرك قدره في الشارع الجزائر فأرادوا أن ينقذوا حبين يجيبوه مجرد واجهة فقط يفوتوا به المرحلة وبعد ذلك يجيبوا الرئيس اللي يبغيه يجيبوه كانوا يحبين يجيبوه ينحوا القايد صالح ينحوا قيادات في المؤسسة العسكرية يعزلهم يحطوا العناصر انتاعهم في المناصب اللي موجودين الآن كثير منهم في السجون يحطوهم في المناصب الحساسة وبعد ذلك يضربوا بيد من حديد فوتوا المرحلة يديروا انتخابات اليمين زروال يغادر يرجع إلى بيته وبعد ذلك يضربوا بيد من حديد لن يفتح ملفات الفساد ولن يتابع أي أحد إذن المشكلة مشكلة الجزائريين ليس في العهد الخامسة فقط العهد الخامسة والفساد أصح خرجوا ضد العهد الخامسة ولكن أيضا طالبوا بمحاربة الفساد مشكلة الدولة هي الفساد لألاش تختزل فيها الوزح النونو واللي معروفه تحدث عن الأوليغارشيا وكذا وما في الماله وكذا تختزل الأمر في مجرد أن القايد صالح اغدر بوتفيق نحن نعرف القادة العسكريين كلهم عندهم طموحات في السلطة لا يمكن أن أستثني أحد والآن سعيد جنقريحة رئيس العركان رأي يطلح يكون أشياء أخرى أنا أجزم لكم هذه طبيعة موجودة ولكن أنه يختزل الأمر هذا ويحاول تصويره على أنه انقلاب معناها الشارع الجزائري أيضا انقلاب الثورات الشعبية هكذا ثورات الشعبية عندما يخرج الشعب إذا المؤسسة العسكرية إن حازت للشعب فهو أمر جيد ولكن دائما لما تنحاز المؤسسة العسكرية للشعب تتخذ ضدها إجراءات معناها اللي يشيدون بثورة تونس اللي المؤسسة العسكرية انحازت إلى الشارع وأيضا ما حدث البنعلي بنعلي مهربش بنعلي سافر سافر ضاروا عليه القيادات العسكرية هل هذا معناها انقلاب أيضا حسني مبارك تم عزلوا من طرف المؤسسة العسكرية ها عطوني ثورة شعبية يمكن أن تنتصر من دوني أن يقف معه المؤسسة العسكرية وشي سموها القذافي لا توجد لديه مؤسسة عسكرية للأسف ما كانتش عنده مؤسسة عسكرية كانت عنده مؤسسات تبصي تدخل حلف الأطلسي أسقطوا لو لم يتدخل حلف الأطلسي ما أسقط القذافي ما يحدث في سوريا بشار الأسد المؤسسة العسكرية تحولت إلى ميليشيات تابعة للنظام ها هم ما زالوا يتقاتلون دماء دمار خرب أيضا المؤسسة العسكرية عندما تنحاز إلى الشعب الذي لا يمكن وصفه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله